السلام على أهل الهمم فهم صفة الأمم وأهل المجد والكرم نصوص الوحي تناديك سارع ولا تلبث بناديك سابق ولا تمكس بواديك قام حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه وربط الحجر على بطنه الشريف من شدة الجوع وهو العبد الأواه واحرص على ما ينفعك لأن ما ينفعك يرفعك رجال الأعمال ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله لما بيعملوا أي مشروع بيحطوا دراسة جدوى في دراسة الجدوى بيحددوا الفئة المستهدفة من هذا المشروع شباب كبار أطفال مشروعنا هو تدبر وحفظ صورة البكرة والفئات المستهدفة هي الفئات القدام حضرتكم من فضل حضراتكم بصوا كويس على الشرائح دي لو كنت أو كنت أحد هذه الشرائح فأكيد أنتم محتاجين لصورة البكرة وبالتجربة العملية أن أتحدى أي واحد وأي واحدة إنهم يدوموا على كراءة صورة البكرة يوميا لمدة شهر ومشاكله تبضل موجودة ده مش كلامي ده كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البكرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطلة إلا هم السحرة وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شبه البيوت الخالية من كراءة الكرآن بالكبور وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البكرة ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم فضل كراءة الكرآن قال لنا اقرأوا الكرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ثم خصص الحبيب صلى الله عليه وسلم صورتين فقال اقرأوا الزهروين البكرة وسورة آل عمران طيب وليه تحديدا صورة البكرة وسورة آل عمران من رحمة ربنا بينا إنه هو بيجسل لنا الخير اللي احنا عملناه وبيسعدنا في الأواتر عصيبة يوم القيامة بيكون الحر جديد الحرارة بتصل إلى مئات الدراجات وطبعا كل واحد سايح في العرق بتاعه تخيط نفسك وانت واقف في هذا الموقف وتأتي غمامتين فوق رأسك الغمامتين دولت هم صورة البكرة وسورة آل عمران وبعد فترة وحين الحساب تشفعان لك فتدخلانك الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى خلي بالك الشيطان دلوقتي يجم بولانك عمان يقول لك ياه هترى صورة البكرة انت عارف صورة البكرة دي كم صفحة هي تسعة وربعين صفحة ينهر ابيض هو انت قادر ترى صفحة في اليوم عشان ترى تسعة وربعين صفحة ده كيد الشيطان انا متأكد ان حضرتك تقدر تهزم الشيطان قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله دلوقتي نقدر نشتغل على النظافة اول حاجة لو عندك القدرة على قراءة صورة البكرة كل يوم فهي مش هتاخد من وقت حضرتك اكتر من ساعة ساعة واحدة بس الربنا تخيل رضا ربنا والبركة ومنع الحصرة كل ده في ساعة واحدة وكمان يا سلام لو قدرت تجمع اهل البيت كلهم على قراءة صورة البكرة في وقت واحد تخيل البركة والراحة النفسية اللي هتحل عليكم ولو حضرتك او حضرتك مش هتقدروا تقروها مرة واحدة ممكن تتقسم على خمس مرات كل مرة مش هتزيد عن ربع ساعة واضع في الايمان ان حضرتك تشغالها على الموبايل او اي راديو كل يوم تسمحها اكيد بركتها هتحل عليكم جميعا صورة البكرة فيها اعظم اية في القرآن الكريم اللي هي اية الكرسية ترجمة نانسي قنقر وفيها اطول اية في القرآن الكريم اللي هي اية الدين وفي سورة البكرة اسم الله الاعظم وهي سنام القرآن الكريم لانها اعلى شيء فيها القرآن الكريم سورة البكرة صورة مدنية بدأ نزولها في المدينة من العام الاول الهجري وانتهت في عام عشر هجريا وفي سورة البكرة آخر آية نزلت من القرآن الكريم في حجة الودع قال الله تعالى وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وأخيرا من أسمائها الزهراء سورة الكرسي سينام الكرآن مستنينكم إن شاء الله في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله